ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البهرين هذا عزب فرات وهذا منه نجاج وجعل بينهما برزخا وهجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك كديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبلا وتوكل على الأي الذي لا يموت وصبح بهملي وكفه به بجنوب إباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سوي على العرش الرهمن فاسأل به خبيرا وإذا أكيدا لهم اسجدوا للرهمن قالوا وما الرهمن أنسجد لما تعمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلبة لمن راد أن يذكر وراد شكورا وعباد الرهمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خادواهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجلا وكياما والذين يقولون ربنا صرف عنا أضاب جهنم إن أضابها كانا كراما إنها سات مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله لا ناخرا ولا يقترون النفس التي هرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له الأعضاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم هسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صموا وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وضرياتنا كرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون القرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها هاسنت مستقر ومقاما كل ما يعبغ بكم ربي لولا دؤاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سورة الشعراء مكية وهي مئتان وست وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك ما أعجب نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماية فضلتاناكم لها كاذئين وما آياتهم من ذكر من الرحمن مودسين لا كانوا أنهم موردين فكر كذبوا فسياتهم أمباؤوا ما كانوا به يستاذئون أولم يروا لالردي كما أمبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكسرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذن أدي ربك موسي أليت لكوم الظالمين كوم فر أو لا يتقون فالردين يقاب أن يكذبون ويذيك صدري ولا يمطلق لساني فأرسل إلى حارون ولهم لي زنب فاقه أن يقتلون قالك الله فذهبا بآياتنا إنا ما كن مستمعون فاتيا برعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنا رسل معنا بني إسرائي قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من أمورك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكفرين قال فعلتها إذا وأنا من الدولين فبرجت منكم لما كبتكم فوهب لي ربيه كما وجعلني من المرسلين وتلك نيمة تمنها علي أن أبدت بني إسرائيل قال برعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موكنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي ورسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تاكلون قال ليني تكد إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جيتك بشي مبين قال فات به إن كنت من الصادقين قال كي أساو فايدا يسوبان مبين ونضايده فايدا يبيضاء للنازرين قال للم لي حوله إن هذا لصائر عليم يريد أن يكرجكم من أرضكم بسيري فماذا تامروان قال ورجه واكاه وبأس في المرائن هاشري ياتوك بكل سحير عليم فجمع السارة لميقات يوم معلوم وإلى للناس هلنتم مجتمعون لأن لنا نتبع سارة إن كانهم الغالبين فلما جاء سارة قالوا لفرعون أئن لنا لأجران إن كنا نانو الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقرنبينا ألا لهم موسي ألكم أنتم مرقونا فالك وهبى لهم وإيسيهم وقالوا بإزة فرعون إلا لنا نانو الغالبين قالبونا فالك يا موسي أسوف إذا يستلقوا ما يافقونا فالك يا سارة الساجدينا قالوا آمنا برب العالمين رب موسي وحارونا ألا آمنت له قبل آذر لكم إنه لكبيركم الذي علمكم سير فالأصوف تعلمون لو قد لأن أيديكم وارجلكم من كلاب ولعو سلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا ندموا أن يغفرنا ربنا خدائنا أن كنا أولى المؤمنين وأوهينا إلى مرسى نسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائزون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وأيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوهينا إلى موسى عن ادرب بأشاك البهر فانفلق فكان كل فرق قد طودي العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم عورقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وطلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنول لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون قال أفرائتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يهوين والذي أطمع أن يكفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي هكما وعلحقني بالصالحين وجعل لي لسان شرك في الآخرين وجعلني من ورفة جنة النعيم واغفر لي عبيه إنه كان من الضلين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفأ مال ولا بنون إلا من تلاها بقلب سليم وأزفت الجنة للمتقين وبرزة الجهئم للغاوين وكيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تلعي إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلونا لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ضادك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت كوم نوحي المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوحون لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وعطيئون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وعطيئون دكرهم